تعتبر السيارة كارغو المتمتعة بالقيادة الذاتية الحل الأمثل لتوصيل الطرود والطلبات إلى المنازل السيارة التي صنعت في بريطانيا وصفت بأنها أول مركبة تسليم ذاتية القيادة في أوروبا كما تم الكشف عن أول تراز كامل الأداء لها في معرض في بريطانيا تخيل أنك اشتريت شيئا ما عبر الإنترنت عندما يتم شحن هذا المنتج إليك يتم نقله إلى مستودع محلي ثم يتم نقلها من هذا المستودع إلى منزلك توجد مشكلة في إنهاء الخدمات اللوجستية يطلقون عليها اسم البريد الأخير وهذا يتسبب في ارتفاع تكلفة وصول الطرود للمنازل وتسعى تلك المركبة لحل هذه المشكلة بتكلفة أقل بنسبة 90% حجم السيارة المتوسطة المستقبلية يعادل تقريبا حجم سيارة متوسطة لكن مع عدم وجود قائر داخل تلك المساحة كما أنها مصممة للسفر على الطرق مع المركبات العادية بسرعة تصل إلى 96 كم في الساعة ويسعى المبتكرون إلى جمع مليونين وخمسمائة ألف جنيه استرليني لبناء عشرات المركبات لكن بعد أن تتم تجربة تلك المركبات على الطرق الوعرة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر